مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المصريين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد طلاب العزاء طلاب الصف السابع أهلا ومرحبا لكم في درس جديد من دروس التعلم عن بع وهو درس اليوم في فرع الكتابة وصف معاني قطر فقد ميز الله الإنسان وأعطاه العقل وأعطاه ومنحه حواسا يستطيع أن يستخدمها فيما يرضى الله عز وجل فالله عز وجل يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لأيات الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فالإنسان حينما تفكر في الكون يستطيع بالعين أن يصف ما يرأى أن يصف ما يرأى فهو يرأى بالعين الأشياء ثم يتحدث بإنسانه عن ما رأى وفي ذلك وهي عبادة تسمى عبادة التفكر والتأمر فدرسنا اليوم يتحدث عن وصف قطر أهداف الدرس أن يستخدم الطالب المعلومات عن مصادر متعددة أن يوضف الطالب اللغة المجازية في الكتابة أن يوضف الطالب لغة ضقيقة في الوسط تعال ننظر إلى هاتين الصورتين ما الانطباع لن يأتي لنا حينما ننظر إلى هاتين الصورتين وإذا رد أن نصف هاتين الصورتين ماذا نقول؟ أترككم دقيقة واحدة تتأمنون في هاتين الصورتين ولكأني أسمع صوتاً من بعيد يقول إنها الشمس نعم إنها الشمس تعالوا نقرأ كيف وصف كاتبنا اليوم أحمد أمين الشمس حتى نستعين بهذا الوصف في كتابة وصف معالم أو وصف معلم من معالم كتب يقول أحمد أمين في وصف الشمس أي شيء أحب إلى النفس في هذه الأيان من المتعة بالشمس والحديث عن الشمس فقد أقرسنا البرد حتى استققت منه أسناننا وانكمش جلدنا ويبست أطرافنا وحتى وددنا إذا رأينا النار أن نحتضنها وإذا رأينا الجمرة أن نستعمها ولو ددت في هذه الأيان أن أكون فراناً أو طباخاً أو سائق قطار حتى لا أفارق النار كل شيء في الطبيعة جميل وأجمل ما فيها شمسها وهي في شتائنا أجمل منها في صيفنا جمال القوة نعظمها ونجلها ونهر منها ولكن نحبها تقس أحياناً ولكننا نرى الخير في قصوتها فهي كالمرب الحكيم تقس وترحم وتشتد وتلين تلفحنا بنارها وتكوي جباهنا حتى إذا غلى جوفنا وضاق صدرنا غابت عنا وأرسلت رسولها اللطيب الوديع القمر فخفض من حدتها وأصلح ما أفسدت فإذا خشيت أن نطمئن إليه أدركتها الغيرة منه وطلعت علينا ببهائها وجمالها وجلالها وهي شتاء تصل علينا بوجه آخر ترينا فيه جمال الحنو وجمال الدعة وجمال الرحمة والعطف فلا نفكر إلا في لفئها ونعمتها ولا نشتاق لشيء شوقنا لرؤيتها كما أجملها قاسية وراحمة تتلون بشتى الألوان فتسحر العقل وتبهر العيون فهي طارة بيضاء وطارة سفراء وطارة حمراء ثم لا تستطيع أن تحكم في أيها هي أبهى وأجمل نرى الكاتب لاحظ أن الكاتب كما بأيه ماذا فعل الكاتب حتى يجذب انتباه القارئ إلى وصفه وحتى يصف الشمس في صورة في لوحة جميلة أولا وصف الشمس وهي جزء من مكونات الطبيعة الشاعر أو الكاتب وصف الشمس واستخدم ألفاز يصد بها الشمس وهي جزء من مكونات الطبيعة حينما قال كل شيء في الطبيعة جميلة وأجمل ما فيها شمسها وهي في شتائنا أجمل منها في صيفنا جمال الكوة نحتاجها ونهرب منها ولكن نحبها تقص أحيانا ولكننا نرى الخير في قصورتها فهي كلمة هنا استخدم الكاتب وصف الشمس كجزء من مكونات الطبيعة ماذا استخدم أيضا الكاتب أضاف إلى لغة بعد جماليا أخترفت كثيرا من لغة الشعر حينما يستخدم نهايات الكلمات حينما يستخدم التراضب حينما يستخدم التضارب فماذا يقول وهي شتاء تطلع علينا بوجه آخر هنا استخدم لغة الشعر في التشبيه وجمال الدعا وجمال الرحمة والعطف فلا نفكر إلا في دفئها ونعمتها هذه النهايات كما أن الشعر يستخدم القوافية أو القوافية في نهاية الكلمات الكاتب هنا استخدمها في نهاية الجمل دفئها ونعمتها قاسية وراحمة كذلك أيضا الكاتب استخدم الصور البلاغية ونحن نرسل في الصور البلاغية التشبيه والاستعراض استخدم الكاتب الصور البلاغية لماذا؟ لإطفاء الحيوية والجمال على وصف فقال فتسحر العقل وتبهر العيون فتسحر العقل وتبهر العيون فهذه الأشياء حينما تقتم وصفا عليك أن تستخدم حتى يكون وصف جذابا أو جذابا للقارب عليك أن تستخدم بعض هذه الأشياء حتى تستخدم منها في وصف موضوع معلم من معالي قطر المخطط التالي يوضح لنا كيف أن الكاتب في وصف الشنس أولا تصوير ما تلتقطوه العين من ألوان وأشكال الكاتب استخدم كلمات وصف بها ما يراه من العين أشكال وألوان مثال تتلون بشتى الألوان فتسحر العقل وتبهر العيون في طارة بيضاء وطارة صفراء وطارة حمراء الكاتب هنا استخدم ما يراه من ألوان من ألوان الشمس حينما تكون بيضاء في وسط المهار حينما تكون صفراء في أول طرعها في بداية اليوم حين تكون حمراء عند آخر المهار تصوير ما يحسن أو ما يحس به الإنسان باللمس مثال أي شيء أحب إلى النفس في هذه الأيام من المتعب الشمس فقد أقرسنا البرد حتى استققت منه أسنان فهو أحس بشدة البرد فوصف ما أحسنه وانكمش جلدنا تصوير ما ترتكتوه الأذن من أصوات مختلفة مثل حتى استققت منه أسناننا أصوات الأسنان حينما من البرد الشبيل وانكمش جلدنا المشاعر والانتباعات التي يحدثها الموصوف في نفس الوصف مثل والعطف فلا تفكر إلا في جذئها ونعمتها ولا نشتاكل شيء شوقنا لرؤيتها فهذا هو الانتباع الذي آتا للكاتب حينما رأى منرشا فعليك أن تستعين بهذه الأشياء أو بهذه النقاط المحددة في وصف معلم المعالم قطر وعليك أنت أن تستعين بهذه الرشادات أولا أن تختار عنوانا مناسبا عنوانا مناسبا لوصف معلم المعالم قطر حتى يكون هذا العنوان جذابا لمن يقرأ الوصف الذي تكتوبه عليك أن تنوع في استخدام الجمل الإسمية والفعلية الإسمية هي التي تبدأ بإسم والفعلية التي تبدأ في فعل أو عليك أن تستخدم أن توظف علامات التركيب المناسبة وأدوات الربط بطريقة صحيحة أو أن تستخدم أساليب التشويق والصور الفنية أو الصور البلاغية التي درسناها في خلال العام الدرسي جاء دورك الآن في هذا النشاط أكتب وصفا مجازيا لأحد الصور الآثية في أربعة أصلاف مستخدمة للغة الفنية القائمة على الصور البلاغية ومستفيدة من النشاط السابق لدى عرضنا عليك أن تحاول أن تصف مكتبة قطر كما رأيت هنا ما زلتها أو متحف الفن الإسلامي أو الحياة المقاطية في قطر عليك أن تصف معلم من هذه المعالم الموجودة في دولة قطر وأن تستخدم ما عرضناه عليك من استخدام الصور البلاغية والعنوان المناسب والعلامات التركيم المناسبة والكلمات المجذبة وما يأتي إليك من انتباعات في داخل نفسك وما تشعر به وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم وفقكم الله وبرك فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته